وزيره الخارجية الصحراوي أكد أن عدم اعتراض دولة الاحتلال المغربي على القرار يعكس مخاوفها من العزلة الدولية التي تطلها وفق تعبيره العزلة الدولية المغرب في عزلة دولية يعني بلد هينظم بطلطين هيتمع فيهم نص دول العالم مش النص قوي يعني بس عدد كبير من دول العالم كده المغرب في عزلة طب يا ريت وكان لسه مكرون في المغرب وكل الناس بتروح تزور المغرب والرؤساء والملوك كل دول مغرب في عزلة طب يا ريت نشوف الأستاذ اللي قال لنا الموضوع ده نتعرف عليه أنا حابب أتعرف على الأستاذ تعكاو كابلالا طرف المعتدي المغرب في هذه الحالة لم يعترض وحتى دول فأعتقد على أنه خوفهم ربما من العزلة المغرب خايف من العزلة طبعا لأنه مش يعمل أي حاجة الناس ما بتروحش عنده وما فيش حد بيروح له ومش هنظم كاس عالم ومش هنظم الكان 2025 فطبعا يخاف من العزلة يعني إنما انت شايف ما شاء الله الناس كلها بتزور كوكب لالا عندنا كل الناس جاي لنا كوكب لالا أنا بس بقول لكم السر ليه المغرب خايف لا المغرب خايف من العزلة عشان تبقى فيها حتى أصدقائه أسبانيا ومصر وكل دول العربية والإمارات والسعودية وأمريكا وبريطانيا في عزلة كبيرة جدا يعني المغربة مش يعرفوا يعيشوا في هذه العزلة فلازم بقى إحنا نبقى عارفين من دلوقتي إنه المغرب محتاج لنا محتاج لكوكب لالا لأنه في عزلة لانت عبيت يا واد كوكب لالا دماغه رايحة منه خالص تصريحات المشكلة يا جماعة التصريحات دي بتبقى تصريحات تليفزيونية يعني مش واحد طالع بيتكلم في اليوتيوب كده زينا وبيهزر ويدحك ويقول كلمتين ويمشي دي تصريحات تليفزيونية رسمية أنا معرفش مين الأستاذ أصلا قال لك وزير الخارجية الصحراوي ده وزير الخارجية العبيد ده مش وزير خارجية صحراوي خالص فش عاجز ما وزير الخارجية الصحراوي أصلي ايه وزير الخارجية الصحراوي ده يعني واحد قاعد في خيمة يعني في الصحراء عملوا لها وزير خارجية مفيش عاجز ما كده الصحراء دي جزء من أراضي المملكة المغربية زي الصحراء اللي في مصر جزء من أراضي المصرية مصر والمغرب عندهم صحراء ما بيحطوا لهاش وزير خارجية هي بالجزء من البلد عادي انما انت عشان عارف انك غلط عامل لي وزير خارجية الصحراء يعني يكون حد عايز يروح يسافر في الصحراء يطلع وزير خارجية يتكلم معاه حاجة يعني ما يلم بها الله ربنا وناس المغرب مرضهم المغرب جننهم سمعوا ليه اذا كنت مش فايق شوية انا بتكلم انا عارف ان انا مش في النفس المورال بتاعي يعني والطاقة بتاعتي بس ان شاء الله ارؤلوكو كده بسرعة لكن اللي عايز اقوله انه دايما الانسان اللي على خطأ يعد يستمر ويصمم على التركيز على الحاجات اللي هو قالها وعارف انها غلط فيفضل يعيد ويزيد فيها عشان حاول يعملك ديستركشن كده ويلفت انتباك ويلهي يشوشك عشان ما تبقاش فاهمه وعايز منك ايه انت النهاردة لو قعدت تفكر الناس دي عايز ايه ازاي بتعمل الحوارات التلفزيونية وتطلع تتكلم وكأنه في دولة داخل المملكة المغربية هتعرف ان الناس دي عبيطة دي واحد عبيط مش عارف هو بيقول ايه مش عارف هو فين فمعرفش مين اللي نصب الاستاذ ان هو يكون وزير خارجات الصحراء وهو اصلا مش عايش في الصحراء طب انت زاور وزير خارجات الصحراء وانت مش عايش فيها دي عايش في الجزائر فالله اعلى انا مش عارف حاجة بصراحة بقيت حس ان انا بتفرج على كارتون كوكب لالله مسلسل كوميدي يوم اللي بتفرج عليه كلنا ونقعد نضحك على الهبل والغطل اللي احنا بنشوفه لانا الله في كوكب لالله ومستني تعليقات كنتم بقى في نهاية الفيديو بشكركم شكرا جزيلا وتحياتي لكم جميعا وانا كان بغيكم بزيف حافظ الله مصر وحافظ الله المغرب وكالعادة لانا الله في كوكب لالله ومرة اخرى سمحول ان انا مش فايق مش في الطاقة بتاعة المعتادة بشكركم مرة اخرى ما تنسوش هحطولكو في الوصف القناة التانية خلاص قربنا فضلنا 14 واحد ونوصل الالف ونقدر نطلع لايفات هناك ان شاء الله بشكركم مرة اخرى والسلام عليكم برلماني جزائري وكان رجل القانون كما كان زميلي اعتقد بان اعترافنا بمساعدة ووقوف اشقائنا في المغرب الى جنب الثورة جزائري اعفو استقلال جا راجل سيخن فجأة الجنن قال له اديني واحدة بس وصدوا عيلوي جنن عشان الراجل التاني قال له انه المغرب ساعد الجزائر في الثورة قال له اديني واحدة ايه كان يسمعوا اسم المغرب يا جماعة يجيينهم حالة من الخبل يعني يبتدوا مش عارفين يروحوا فين ويتخبط ويبتدوا بقى ايه مهارات كوكب لالا في النواح تبان بقى فالجنن الرجل الجنن اول ما اقوله المغرب المغربة الاشقاء المغربة راجل اخيرا واحد وقائي في كوكب لالا قال له ان المغربة وقفوا جنبنا وساعدونا ويا ما عملوا معانا وقفوا معانا في الثورة بتاعيتنا واليوم فضل ايوم هو المغربة اليوم فضل على الجزائر وده اللي بقعد اقوله فالجنن تعالوا نشوف برضو وهو اللي بعدك نكمل أنا جزائري وانت جزائري والقرية جزائرية والحياة جزائرية والاستازجذائري والموبائل جذائري كل حاجة جذائرية فجأة قال له من ده اللي سعيدنا كل الناس اللي ساعدونا جذائري مسلاEST جذائري أنا كده أي حاجة في الدنيا دي أي حاجة في العالم ده جذائري هذي عقلية كوكف ده اللي بتعامل معها هه Lizzie دي العقلية اللي المغربية بتعامله معها بقاله مسنين هو شايف واحد قدامه بينكر فضله عليه بكل تبقح وكمان بيقول له أنه كل حاجة في الدنيا دي جذائرية جيت يمين جيت شمال جزائري ما شفتش كده في حياتي الحقيقة وكوكب لال عنده مشكلة نفسية تجاه كل ما هو مغربي يعني اخيرا واحد اعترف التاني رح قاله لا جزائريين كل اللي وقفهم عنا جزائريين وكل حاجة جزائرية انت بتقول اي كلام بينكروا فضل المغرب عليهم وده اللي انا قلته كتير انه مش عيب ابدا ان يكون فيه شخص ليه فضل عليك او فيه بلد ليها فضل عليك وانت تعترف بفضل هذا البلد مش لازم انه حتى لما يكون قدامك حقيقة انت عارف انها حقيقة ومقتنع تماما انها حقيقة تحاول برضو تغير فيها وتزور فيها وتلعب فيها عشان تقول كلام مش حقيقي وعشان تنكر منك ترضي نفسك من جواك لانك عندك عقدة من المملكة المغربية فترضي نفسك من جواك انك انت تقول انه لا مش المغرب اللي ساعدنا وموقفش جنبنا وتطلع تقول فيها عادة غريبة جدا يا جماعة مش فاهمها واي قصة انه اي حد في العالم يعني في التاريخ الاله اموني لو قصة الخيال واهم قالوا علي جزائري بونات الاهرامات قال عليهم جزائريين حضراتك يا فندم بتجزقر اي حد يعني انت ماشي بتجزقر على نفسك كده اي حد بتجزقره مش قادرة بفهم بجد فهنا هنحن عايزين نعرف بس التفكير بتاع كوكب لالا ايه انه كل حد بيجزقره فدي يا ريت حد من اخوات المغربة يقولها لي لنا الله كوكب لالا انا الاحمر والنجمة الخضراء انا اسد الاطلس انا مالك الصحراء وسيدها انا قلب الاسد هنا اكتشفت اول مجوهرات في التاريخ هنا شيدت اقدم جامعة بالعالم انا مبتع القفطان ومبتكر الزليج انا منكسرت شوكة العثمانيين انا تاريخ كبير انا القوي العتيد انا القريب والبعيد انا الكرم والجود انا الاحمر والنجمة الخضراء انا المغرب